والإسرائيل ليس لديها خيارات كبيرة في الوقت الحاضر لأنه على الحدود في الشمال مع لبنان حزب الله يقتني بحدود 130 إلى 150 ألف صاروخ إذا قام حزب الله بأي عمل عسكري وأطلق هذه الصواريخ أو مثلاً ألفين صاروخ في اليوم هذا سوف يتسبب بمقتل آلاف من المواطنين الإسرائيليين لأنه سوف يطغي على الدفاعات الجوية الموجودة في الوقت الحاضر في إسرائيل بإمكان إيران أن تقوم بهذا العمل فيما إذا وجدت بأن إسرائيل سوف تقوم بعمل عسكري ضدها إذا ما قام حزب الله في عملية من هذا النوع عندئذ إسرائيل سوف تفتح جبهتين جبهة في لبنان وجبهة أخرى في إيران عندئذ قبل أن تنتج إيران القنبلة النووية من شأن إسرائيل أن تدمر هذه المواقع الإيرانية وهي في الوقت حاضر ثلاثة مواقع بإمكانها أن تدمر هذه المواقع بواسطة هذه القنابل أو هذه الصواريخ الجديدة التي أنتجتها الولايات المتحدة مؤخرا ولكن علينا أن لا ننسى بأن إذا قام حزب الله بإطلاق الصواريخ الموجودة لديه على إسرائيل فهذا يعني بأن آلاف من القتل الإسرائيليين سوف يموتون في إسرائيل وهذا أمر خطير جدا قد يسبب حرب كبيرة في الشرق الأوسط شكرا